عقدت جلسة لمجلس النواب العراقي بعد انقطاع دام لأكثر من شهر اعتبرت جلسة مثيرة للجدل لأن كل ما رافقها يحتاج أن نتوقف عنده أمن قطع الطرقات محتجين صواريخ صبات كونكريتية سواتر ترابية مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية كل هذا على شنو حتى يعقد أو تعقد جلسة لمجلس النواب تعتبر انها تمهيدا لتشكيل الحكومة طيب الأخوة النواب الزعماء الكتل عندما يرون هذه المخاضات الصعبة بالشارع العراقي من احتجاجات وإصرار على حالة الرفض إذن القضية تستدعي أن تقف عندها أنت كيف تتمكن أو تستطيع أن تمثل شعب تريد أن تصنع له غد أو أن تتحمل مسؤوليته والشعب غاضب وتعقد جلسة تحت الحراسات الأمنية والصبات الكونكريتية طلاب ما قدرت توصل للمدارس مرضى تقطعت بهم السبل في الوصول إلى المستشفيات موظفين حالة إرباك حالة خوف بعدين الموضوع ليس به مفاجأة بأنه يظهر الشعب بهذا الشكل طيب ليش ما تراجعون أنه هذه العملية صار بيها اكسباير المورفينات بعد ما تفيد بيها الحقن بعد ما تفيد بيها التدليس والكذب وسياسة الخداع بعد ما يفيد بيها تكاشفوا مع شعبكم وأنظروا إلى أي حال أنتم كنتم وأمسيتم وأصبحتم ووصلتم لهذا الحد دولة بهذا الشكل وصل الحال أنه العالم الخارجي لا يحترم التعامل معها للمرة الثانية إيران تقصف في كردستان ولديها ما يبررها والأغرب من هذا كل اليوم نحن عندنا شهداء ويمكن هناك صورة من الولد أنا قلت لهم أحتاج أن أعرضها أنطوليا خل العراقيين هاي الصورة اللي تقعد الميت من قبره شنو ذنب هاي الأطفال تختبئ جوه صخرة لأنه الإيرانيين مثل ما يعجبهم مع لمزاجهم يضربون ويقصفون ويطبون ويحكمون ويسوون مثل ما يحلوا لهم تعال يا عمر لأنه ماكو دولة تحميهم أكو استهتار من الآخرين والأغرب من هذا الدول تنتهك سيادة العراق وتصدر بيانات رسمية يقول الحرس الثوري الإيراني أنه استعد لعمليات عسكرية في داخلها هذا بيان بمثابة إعلان الحرب وصلنا يا سادة يا كرام إلى هذا المستوى في زمنكم ولما تستمعون الشاب يطوقكم والصبات الكونكريتية وشفنا الولادات والحبايب شلون طلعوا ورقب مادري لها دي اشتركوا في القناة